رفع سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العالمي للخيل العربية وهو أسمى آيات الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المفدى على ما حظي به المؤتمر من رعاية كريمة من لدن جلالته وما يؤكد اهتمام جلالته الكبير بأهداف المنظمة الدولية التي تعنى بالخيل العربية الأصيلة ونوه سموه بالدعم الذي لقيه المؤتمر العالمي للخيل العربية من سمو ولي العهد وحضور سموه افتتاح المؤتمر وما مثله ذلك من تقدير لجهود المنظمة الدولية للخيل العربية الأصيلة وما أكد عليه سموه من اهتمام بالخيل كونها جزءا من الثقافة والهوية التاريخية لمملكة البحرين وإرثا مميزا اكتسبت به المملكة شهرة عالمية واسعة وأشار سموه لأن نجاح الذي حققته استضافة البحرين لمؤتمر الواهو هو إنجاز آخر يضاف للإنجازات الكبيرة التي نحققها على صعيد استضافة المؤتمرات والاجتماعات التي تعكس مكانة مملكة البحرين وقدرة الكوادر الوطنية الشابة على تنظيم المؤتمرات على هذا المستوى المتميز وأكد سمو الشيخ عيسى أن ما شهده مؤتمر الواهو من مشاركة دولية واسعة وما ارتبط به من أنشطة مصاحبة نحو إبراز جمال الخيل العربية لا قاصدا طيبا لدى كافة المشاركين في المؤتمر لافتا سموه إلى ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بالخيل العربية الأصيلة والحفاظ على نقاء دمائها وتسلسل مرابطها هو موضع إشادة من الواهو خاصة وأن البحرين تعتبر من الدول الرائدة في التعاون مع المنظمة ودعم دورها وأشاد سموه بدور رئيس المنظمة السيد بيتربوند وجميع أعضاء اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية في الارتقاء بعمل المنظمة خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت طفرة كبيرة للغاية من خلال حزمة البرامج والأنشطة التي تقيمها الدول الأعضاء سنويا مؤكدا سموه على مخرجات مؤتمر الواهو بالمملكة والتي من شأنها أن تساهم في إرساء القواعد الأساسية لعمل المنظمات والهيئات المحلية التي تعنى بالخيل العربية مجددا سموه دعم مملكة البحرين للجهود الكبيرة التي تبذلها واهو في سبيل الحفاظ على سلالة الجياد العربية حول العالم وتوجه سموه في ختام تصريحه بالشكر للجنة المنظمة وكافة اللجان والعاملين والمتطوعين في المؤتمر العالمي للخيل العربية الأصيلة والإسهام الفاعل في نجاح الاستضافة الثانية للمؤتمر العالمي للواهو في مملكة البحرين ولما بذلوه جميعا من جهود مخلصة عكست الصورة المشرقة عن الوطن خلال تنظيم الحدث الدولي الهم